أهلا وسهلا دكتور ناجي أهلا يا سيس نزار أنا سعيد جدا أن أكون معاك في هذه الحلقات الهامة جدا أحقا قال الله وفعلا فعلا حلقات كتير كتير مهمة وأنا حكيت لك قبل الحلقة أنه أنا كتير معجب في الكتاب وتصفحته يعني كله للكتاب وفعلا برد على تساؤلات كتيرة والعديدة ولسيما من الشباب لكن مش عارف يعني مرةك ببقى أقول هل يعني بيسوى الأمر أنه نكرس حلقة نتكلم عن نظرية داروين عن النشوء والارتقاء مش عارف شو أسميها يعني إحنا قرأت في الآية قبل طبعا ما أقدمك الكتاب واضح في الموضوع يعني مش مبهم ولا غامض بيتكلم أن الله خلق وفيه يقوم الكل فإذن السؤال الأول هو النشوء والارتقاء أم الخلق الكتابي تمام ده سؤال هام جدا يا أسيس نزار لأنه بيأثر على تفكير الشباب وتفكير الناس لأنهم بيدرسوا في المدارس والجامعات أننا جئنا من تفاعلات كيموية عملت أول خلية انقسمت عمل كائنات مختلفة لحد ما بقى لنا جد تخيولي أعظم بين الأرود والنسانيس والإنسان وده اللي بيدرسوه بيفتكرون ده الحق المطلق علشان كده لازم نواجه هذا الكلام بكلام علمي دقيق يشرح إيه نظرية النشوء والارتقاء إيه المشاكل اللي فيها بالنسبة للخلق عايز أوريك على الصورة اللي قدامنا دلوقتي مؤلف كبير قوي هو دان براون اللي عمل دافينشي كود اللي هو ضد المسيح بالكامل الراجل ده بيقول أنه هو نشأ في كنيسة مسيحية وكان بيهتم جدا أنه يعرف الإيمان المسيحي لحد لما وصل لمرحلة إعدادي سنوي كده وابتدى يدرس نظرية النشوء والارتقاء والانفجار العظيم والأمور دي كلها فراح لأسيس الكنيسة بتاعته وقال له أنا اللي بذكره في المدرسة مختلف عن اللي في الكتاب المقدس للأسف رد الأسيس بتاعه قال له جود بويز دونت عصد ديس كوستشنز الأولاد الكويسين ما يسألوش أسئلة زي كده قالك من اللحظة دي أنا فقدت إيماني وأصبح إنسان ضد الرب باستمرار عشان كده عايز أقول ده مهم جدا جدا ندرس هذه الأمور بطريقة منظمة بطريقة علمية بطريقة كتابية ونشوف هل نظرية النشوء والارتقاء دي تقدر توضح الحياة ونمو الحياة ولا الخلق الكتابي اللي احنا درسناه في الحلقات السابقة وهنوضحه كمان في الحلقات القادمة يعني كما تعلم أنه معظم مشاهدين سواء مسحيين أو مسلمين الأغلبية الصاحقة يؤمنون بوجود الله ولكن في الآونة الأخيرة يعني حتى بتشوفها على صفحات الفيسبوك أنه جماعات بشكل مهول مسلمين ومسحيين عم بيتركوا الإيمان وعم بيلتجوا للإلحاد مش عارف ذا الإلحاد الكامل نسميه أو الجزء على أي حال أنه عم بيتركوا الإيمان المشكلة أني عندهم أسئلة مش غلط أن يكون عندي أسئلة المشكلة أنهم مش لقين إجابات شافية ليها وبنحاول في البرنامج ده يا أسيس نزار نقدم إجابات شافية للموضوع وبكل قلوبنا بنرحب بكل الأسئلة والأفكار المضادة لللي احنا بنقونه بس من فضلكم اكتبوا لنا واكتبوا لنا بوضوح عن المصادر اللي انتوا جايبين من هالمعلومات بكده نقدر نرد رد علمي ورد منظم